مع بداية الفين واثنين وعشرين كانت تغيرات السياسة والاقتصاد وخروج العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية مفاجآت للعراقيين وجديدها مفاجآت الطقس الذي جاء بثلوج نادرة في زيارتها لمناطق واسعة من البلاد كرديستان ذات النصيب الاكبر من خيرات موسم العام الشتوي حملت اخبارها الفريدة من نوعها حول هبوط درجات الحرارة لقرابة سمع وعشرين درجة تحت الصفر في بعض مرتفعات الشمال لكن في عموم الاقليم وصلت الحرارة الى تسع درجات تحت الصفر مع ارتفاع ثلجي وصل الى متر تقريبا الزائر الابيض الذي رفقه منخفض سيبيري غير في بغداد الكثير من التوقعات الكبيرة نحو موسم خير يحل مشكلة الشح المياه رحمة من الله لانقاذ العراق من واقع مائي مأساوي بعد نوايا بغداد لتدويل ملف المياه الصور التي شهدتها مناطق البلاد رسمت الامل والفرح على وجوه سكانها لدرجة ان اجراءات التعامل مع المنخفض القطبي الفريد كانت واسعة وشاملة لاغلاق الطرق في اقليم كردستان للحفاظ على حياة المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة